حماس ومطالبتها بكسر الحصار إسرائيل مصممة على وقف المسيرات أو التهديئة بغزة مقابل مساعدات إنسانية ما بين هذين السيناريوين هل ستراوح غزة مكانها بقليل من المساعدات الإنسانية فهدوء مؤقت وسيستمر الحال على ما هو عليه وما وسائل ضغطكم بالمقابل لكسر الحصار الحقيقي للتمسك بهذا الشعار نعم ولكن الحقيقة أنا أود أن نشير إلى ما تفضل به دكتور سفيان وإضافة لما تفضل به أستاذ كايد فيما يتعلق بقضيتين العودة وكسر الحصار نحن نتحدث عن قضيتين قضية استراتيجية وقضية تكتيكية قضية كسر الحصار هو جزء من تحسين الأوضاع وتطوير الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطن الفلسطيني التي تضررت بفعل الحصار الإسرائيلي على طريق العودة قضية العودة وقضية اللاجئين هي قضية مركزية واستراتيجية للشعب الفلسطيني ندرك أنه ربما هذه المسيرات لن تكون هي الحل الذي يعيد شعبنا تماما إلى داخل أرضه وينهي هذا ألم يفقد هذا البعد وهذا الجانب البعد الجمعي لنقول يعني لا ينسحب على الكل الفلسطيني في مناطقه الجغرافية أليس كذلك؟ نحن نتحدث الآن عن قطاع غزة كانت بداية هذه المسيرات في 30 من أذار ثم اشتعالها في 14 من مايو ويوم نقل السفارة كانت هذه رسالة استراتيجية بأن بالحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية أنها تظل حية وماثلة صحيح أتفت باعة لكن تحدث عن الطابع الآن سيدي وقضية العودة ربما تقييمها على مدار 30 يوما الهدف الواضح وكسر الحصار كان من المفترض أن هذه ويجب علينا لازلنا أن نفعل أن هذه المقاومة الشعبية الموجودة في قطاع غزة أن تلتحم بها الضفة الغربية وربما كان عنوان الجمع الماضية غزة تنتفض والضفة تلتحم بمعنى أن المقصود هو أن يكون هناك هذه الفعل من المقاومة الشعبية وتشكل قاسما مشتركة بين المجموع الفلسطيني الفصائل الفلسطينية أن يتكرر هذا النموذج في الضفة الغربية وحينها يمكن أن نشكل انطلاقا في المسار السياسي وليس فقط لجزئية كسر الحصار لكن الظروف الموجودة ومنع هذا انطلاق مثل هذه المقاومة في الضفة المحتلة هو الذي يحصر الجهد فقط في الذهنية الحالية هي في قضية كسر الحصار ليس هذا المطلوب فحزم المطلوب الآن هو أن يتكرر هذا النموذج وأن نحاول أن نطور من هذه الوسائل وأن نحد من الخسائر الفلسطينية لأنه ليس من المطلوب أسبوعيا أن يكون لدينا عشرات أشهداء وما أشهدت إليه مرغون تطبيقه بنجاح المصالحة الفلسطينية بالتأكيد ولكن أيضا هذا الجهد لا يجب أن يتوقف وإنما الوسائل تتغير إذا ما أردنا المزيد من الضغط على الاحتلال يمكن القيام بالعديد من الوسائل نحن لا نتحدث عن فقط تحسين الظروف وإنما إنهاء الحصار بالكامل وهذا يعني الرسالة التي تحدث بها أيضا الدكتور صوفيان هي الرسالة حقيقية إذا ما انتهى الحصار بالكامل فإننا أمام حالة من الانفجار ليس بالضرورة أن يكون انفجارا مسلحا وإنما الكثير من الخيارات موجودة أوراق الضغط لدى حماس للتمسك بالمطالبة بكسر الحصار في حين أن إسرائيل متمسكة بفقط يعني تزويد القطاع ببعض المساعدات الإنسانية لتنفيذ الضغط هذا الوضع ستراوح به غزة طويلا أم أن لديكم أوراق ضغط ستضغطون بها على إسرائيل لكسر الحصار الكثير من الأوراق موجودة وتفعيل ورقة جديدة يحتاج إلى توافق وطني فلسطيني ويحتاج إلى وضع آليات وتكتيكات لكل ورقة لكن أهم ورقة نملكها هي الشعب الفلسطيني والإرادة الفلسطينية يدرك الاحتلال أن صبر الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يبقى إلى الأبد وأن هناك خطوات كثيرة يمكن أن يقوم بها الفلسطينيون ليس بالضرورة أن تكون جميعها خطوات مسلحة وليس بالضرورة أن نستثني الخيار المسلح في الوقت نفسه من سليم الضغط على الاحتلال بما يتوافق عليه الكل الفلسطيني بالمصلحة الفلسطينية وفق آليات متفق عليها مقاومات الصمود لدى المواطن في الشارع الفلسطيني قوتها في ظل الفقر والعوز والإصابات المتراكمة على مدار ثلاثين أسبوعا ألا زالت كما هي؟ الإرادة الفلسطينية كما هي الإرادة الفلسطينية لا تتغير نحن ندرك أن الأثمان صعبة ولكن الإرادة لا تتغير لأن هدفها عظيم وبالتالي الإرادة عظيمة